بيئة لا تتوفر فيها أساسيات الحياة وأمراض تزهق أرواحاً أكثر مما يفعله قصف لم يتوقف حتى اللحظة المياه في غزة ليست هي الحياة بل هي أقرب لموت بطيء ندرتها وتلوثها إن وجدت يزيدان الوضع الصحي تدهوراً أغلب الأمراض تصنف تحت نوعين التهاب اللوز واضطراب الجهاز الهضمي وسببهما شبه عدم النظافة الشخصية أمراض الجهاز التنفسي ومنها الالتهابات الرئوية والتهاب السحاية والإسهال سببها استهلاك المياه غير صالحة للشرب المياه غير صالحة للشرب كلها طحالب وكوزة ومش صاحية للشرب وعند أسهال أطفال كلهم صابوا بالأمراض الإسهال والنتق وكلهم فالوزة وفالوانزة وصار عندهم طفح جلدي ثمانون ألف حالة مريض بالإسهال تم تسجيلها والصحة العالمية تتحدث عن مائة وأحد عشر ألف إصابة بالجهاز التنفسي أما المدارس التي تؤوي أضعاف طاقتها الاستيعابية فتحولت إلى بؤر لتفشي العدوى وأخطرها مرض التهاب الكبد الوبائي يقول مدير الأونروا في غزة توماس وايت إن مدارس الأونروا التي تتسع لألف وخمسمائة شخص بها حاليا أكثر من ستة آلاف نعمل هنا في النقطة الطبية يوميا ونرى تقريبا يوميا متين حالة مرضية انتشار الأمراض والتلوث يشيران لاقتراب تفجر الوطع الصحي وانتشار الجثث خصوصا بمحيط المستشفيات المستهدفة ينبئ بتفشي الأوبئة في أنحاء القطاع كرم حناوي العربي